في إطار أخبار نادي الزمالك طبعاً وإحنا بنتكلم على الوفيدين والجدد بالنسبة للعبين مرون حمدي وسيف الدين الجزيري مرون حمدي يمكن كنا تكلمنا على الانتقال وانتقال البعض بيرى أن هذا اللعب مميز ومفيد جداً لنادي الزمالك في الفترة القادمة مرون حمدي بيحصل من نادي الزمالك على 21 مليون جنيه في الأربع سنين القادمة ده قيمة تعاقده مع نادي الزمالك واللي هيتقضى في الأربع سنين وده يمكن ما نيجي نقول في سوق اللعبين في التوقيت الحالي معقول نادي الزمالك يمكن كان مرون كان عايز مبلغ أكبر من كده أو مبالغ أكبر من كده هو كان اللعب عايز 9 مليون في السنة لكن نادي الزمالك رفض هذه الجزئية والمبالغ تقسمت بالشكل اللي أنا هقول لكم عليه في الوقت الحالي 4 مليون جنيه ونص في الموسم الأول ثم في الموسم الثاني 5 مليون جنيه ثم الموسم الثالث 5 مليون ونص في الموسم الثالث ومسم الرابع 6 مليون جنيه وبالتالي المبالغ كلها بتصل لـ 21 مليون جنيه طبعا بعد طبعا الأمور الخاصة بالنادي بتاعه ده بالنسبة لمروان حمدي وما يتقضى من ناتزة مالك فيه الأربع مواسم ونص بالنسبة له في الفترة القادمة أيضا فكرة التعاقد مع ساسي أو التمديد مع ساسي فكرة موجودة داخل الفريق إذا بتشايفين نهارده ساسي بيحرز هدف جميل طبعا بمعاونة اللعبين كلهم وبالتالي وجود ساسي هو موجود مهم لكن الفكرة إنه هو بيشتغل مع اللعيبة إزاي بيبقى متواجد مع اللعيبة هو ده اللي انت بتستمتع به من خلال أداء ساسي مع لعيبة ناتزة مالك لكن شيكابالا ومن خلال أداء من خلال دور مهم جدا بيقوم بيه ككابتن فريق ومتواجد في الفريق بيحاول يقنع ساسي في بيه تجديد عقده مع ناتزة مالك في الفترة القادمة وأكيد الموضوع مش موضوع مادة بس يعني اللعب نفسه كلاعب دايما خلال تصريحاته اللي احنا شفناه في فترة فاتت اعتزازه بجمهور ناتزة مالك وبتواجده بداخل ناتزة مالك وبالتالي لازم حاجة تيجي على حاجة لازم هو لو هو حابب هدي جزئية برغم أنه هو محترف برغم أنه هو لعب مش مصري ولكن هو حس بتواجده بداخل ناتزة مالك أنه هو مستريح ومبسوط والناس كمان الجمهور أكيد حواليه في كل حتة محسسه أنه هو يعني لعب مهمه ولعب الناس بتعتمد عليه وبتحط أمل عليه بشكل كبير فبالتالي فكرة أنه أكيد ده جزء من اللي بيتكلم عنيش كبالة معاه وهو بيتكلم مقاعد معاه أنه أنت ممكن يعني تروح حتة تانية ولكن مش هتجد جمهور ناتزة مالك أو مش هتجد هذا الجمهور بنفس الشكل أعتقد فلوس لكن الوضع مختلف فيه جزء الجمهور بالنسبة لساسي لو راح أي مكان تاني عندنا خبر أيضا خاص ببعض الأزمات أو المشاكل المالية مع بعض اللعبين الأجانب اللي كانوا متواجدين في نادي الزمالك والزمالك بيقترب من إنهاء هذه الشكاوة بالنسبة للعبين الأجانب من خلال الفترة القادمة طبعا المحاميين ومن خلال صفر الأستاذ طارق حشيش مدير المالي النادي الزمالك إلى الأمارات من أجل طبعا مقابلة بعض المحاميين الخاصة بالعب نادي الزمالك كل التوفيق طبعا النادي الزمالك لإنهاء أي مشكلة ممكن تبقى متواجدة في الفريق عشان الأمور بالنسبة ليه النادي تبقى صافية كده ويقدروا يوفروا كل الأمور الخاصة المالية للعبين الموجودين والأمور تبقى ماشية بشكل سهلس وسهل مع اللعبين ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك عندنا خبر خاص بمصطفى محمد النهاردة بنبارك له على الهدف الأول بالنسبة له في الدور التركي بعد يومين بنصفره إلى تركيا ومشاركته في التدريبات جالتا سراي النهاردة أول مباراة أمام بشاك شهير المتصاقه كان صاحب اللقب في الموسم الماضي النهاردة جالتا سراي بيلعب أمامه النهاردة مصطفى محمد كان قاعد على دكة البدلاء ومجرد أنه نزل يعني أنا شايف المدرب خلاه يشوف الأول الفريق والأمور ماشية إزاي في المباراة وبعد كده نزله ومن خلال ضرب الجزاء جات للفريق ادى له الثقة في هذه الجزئية وقال له انت شوت ضرب الجزاء وبالتالي الأمور كانت بالنسبة للجالات السرايين هو كسبان اتنين وبالتالي لو ضعت حتى وكان فيه عدم توفيق لمصطفى محمد كان مش هيبقى فيه مشكلة لكن احرازه للهدف ده وانه يدلوا الثقة بالهدف ده هتفرق كتير قوي في مشوار مصطفى محمد في الفترة اشتركوا في القناة